عبدالله من السعودية يقول هناك سبق الحديث كذب ميرانا عن الحملات الشرسة توجاها دعاة أجاويد من طلب العلم لهم أثر أو حتى علماء نعم إجمال كلامه مثل هؤلاء الذين يقع ويقدح في العلماء الأفاضل والعلماء الصادقين الربانيين فإن هذه علامة السوء من ذلك المتكلم وهي دلالة أن في قلبه مرض ونفاق لأن من عادة المنافقين وعادة المرض ومرض القلوب أن يقدحوا في أهل العلم وأن يتنقصوهم لأن في تنقص العالم وتنقص أهل العلم تنقصا في الدين ولذلك لما أجز المنافقون أن يقدحوا في دين الله عز وجل أو أن يتنقصوا الدين أتوا على العلماء وأتوا على الصادقين فتنقصوهم حتى يصب التنقص بهؤلاء أن يتنقصوا بالدين وبحملة الدين فنقول لهؤلاء اتقوا الله عز وجل واعلموا أنكم بقدحكم في هؤداء العلماء أنكم ممن وقع في الغيبة المحرمة وأن الغيبة يعظم حرمتها بقدر عظم أمر ذلك الذي اغتبته عند الله عز وجل ولا شك أن العلماء هم ورثة الأنبياء وأن غيبتهم أعظم الغيبة غيرهم من عوام الناس وإن كانت الغيبة كلها محرمة إلا أن غيبة العلماء أشد حر ذقاء بن عساكر أن لحوم العلماء مسمومة وعادة الله في من انتقصهم معلومة أي أن الله يفضح ذلك المنافق ويصيب بلية عاجلة في دنيا قبل آخرته فنقول لها ولا اتقوا الله عز وجل ولا تكونوا أحربا وأعداءا لأولياء الله عز وجل فإنه من عاد وليا فقد آذى الله عز وجل بالمبارزة أو بالمحاربة فهذا العالم الصادق الرباني هو ولي من أولياء الله ومن عاد وليا من أولياء الله فإنه يعادي ربه سبحانه وتعالى ومن عاد الله عز وجل أكبه الله عز وجل على وجهه في نار جهنم فنقول أولا لأولئك الذي يقدحون اتقوا الله عز وجل واتقوا ربكم سبحانه وتعالى واحفظوا ألسنتكم ولا تكونوا عونا للشيطان وممن يصدوا عن سبيل الله عز وجل ونقول أيضا لأولئك السامعين اتقوا الله عز وجل ولا تسبعوا لمثل هذه المجارس ولا تشاهدوا ولا تتلقفوا مثل هذه الأقوال فإن مجارسهم مجارسا باطلة وسماعها محرم ولا يجوز لمن حضرها أن يسكت على إنكار فيها فإذا عجز عن ذلك واجب عليه المفارقة أو إغلاق مثل هذه الأجهزة أو مثل هذه القنوات حتى لا يكون عونا على هذا المحرم ومثل هذه القنوات يحرم المسلم أن يشاهدها ويحرم المسلم أن يجلبها إلى بيته وأهله ويجب على كل مسلم أن يكون عدوا لها وأن يحذر منها وأن ينبه على خطرها خاص إذا كانت تحارب دين الله وتحارب أهل العلم والفضل أصلاح إليكم